إلغاء ميزة إنشاء مقطع تحت الفيديو في قناتك على اليوتيوب تابعنا الفيديو للنهاية السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ياسمين عشور فيديو النهاردة هنلغي مع بعض الميزة اللي بيكون موجودة تحت الفيديو اللي مكتوب عليها إنشاء مقطع إن ما فيش حد يقدر ياخد من المتابعين بتوعك المقطع ده ويشيره عندك على أي موقع من المواقع التواصل الاجتماعي هنلغي الميزة دي ازاي طبعا إحنا أكلمنا في فيديو قبل كده على أهمية الميزة دي وهي حلوة جدا للقناة بتاعتك يعني هي ترويج للفيديوهات بتاعتك على القناة هنروح كده نلغيها مع بعض في طبعا بعض القنوات عايزة تلغيها والميزة دي مضايقها فهنروح كده مع بعض على جوجل كوروم وده شكل جوجل كوروم معايا هنفتح جوجل كوروم مع بعض هيظهر لك البحث بتبدأ تضغط على اليوتيوب أو في البحث تكتب تسجيل دخول يوتيوب هيظهر لك بالشكل دا كده ولو ما ظهر لكش بالشكل دا كده وطلب منك تسجيل الدخول هتبدأ تكتب ايميل القناة وباسورد القناة الرقم السري بتاع القناة كل اللي عليك دي لقتي تضغط على التلات نقط اللي فوق دول لما تضغط عليهم هننزل كده وهنختار الموقع الاكتروني المخصص اللي هو العرض بإصدار سطح المكتب التحديس الجديد عادي انت ممكن تكون فمبايلك العرض بإصدار سطح المكتب انا فمبايلي التحديس الجديد الموقع الاكتروني المخصص وبنبدأ نضغط على صورة القناة وهنختار كلمة قناتك هنضغط كده على تخصيص القناة مع بعض عشان ادخل لستوديو اليوتيوب مشكلة بتقابل الكتير من الناس وبعض القناوات ان بيقولك بيدخلنا على استوديو اليوتيوب العادي فبنرجع كده هنرجع كده خالص وهنضغط ثاني على تخصيص القناة بيدأ يحمل معاك يدخلك على طول على استوديو اليوتيوب في جوجل كرون زي من شايفين بيظهر لك كده استوديو اليوتيوب وبنضغط على علامة الترسل تحت دي اللي هي بتبقى موجودة اسفل الصفحة بيجلك اعدادات القناة وبنضغط على كلمة القناة هضغط على تاني اختيار كلمة القناة وهتلاقي عندك هنا الاعدادات المتقدمة وانا هضغط على كلمة الاعدادات المتقدمة طبعا هننزل كده هنا بيقولك بقى استماح لمشاهدين باقتصاص المحتوى الخاص به وهنا عندي مفاعل طيب انا دلوقتي خلاص مش عايزة حد من المتابعين بتوعي اخد جزء من الفيديو ولا اي حاجة طيب هنلغيها ازاي بنضغط بس على المربع ده كده او بمجرد ما ضغطنا عليه علامة الصحة خلاص اختفت من عليه ازالت معي واضغط على كلمة حفظ انا دلوقتي كده اهو هيكتب لك تم حفظ الاعدادات انا دلوقتي اعملت الغاء لميزة انشاء مقطع تحت الفيديو في قناتك على اليوتيوب لان بعض الناس متضايقين من الميزة دي انا دلوقتي خلاص في الفيديو ده احنا الغينا الميزة دي وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة يارب فيديو النهاردة يكون عجبكم ياريت بقى تعمل اللايك للفيديو واشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته